بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث الإعداد إن شاء الله النهاردة معنا محافظة الأكسر يريد كلنا نكون حلانيها الأول وبعدين نعمل تشكل الأنصرز أو الإجابات بتاعنا دايماً كلنا البداية مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بالنسبة للسؤال الأول يعني أمجد قابل صديق عمر في ريال ويستيشن عارفين إن المحادثة سؤال وإجابة أو إجابة وهكون عليها سؤال ويراري جونج عمرو قال له حاجة قال له لوكسور لما يكون الكلمة مكتوبة وجنبها كويتس إكسيكلميشن مارك علام التعقب يبقى هي نفس الإجابة يبقى الأنصر تو لوكسور قال له طبعاً سؤال تاني قال له ييس يبقى قال له إيه هافي يو بوكت أتيكت هافي يو بوكت أتيكت طبعاً السؤال من نفس الإجابة هنحزف ييس ونعمل مقص هافي يو بوكت أتيكت على طول قال له ييس ممكن نقول له هابي يو بوكت أفرستي كلاس تيكت أو هابي يو بوكت أتيكت رجع سألي سؤال قال له 200 باونز يبقى هاو موش إزت هاو طبعاً السعر أو السمن بنسأل به هاو موش هاو موش إزت قال له 200 باونز هاو ميس جيرني الممكن نقول له ثانكيس أو ثانكيو ثانكيس أو ثانكيو بعد ركرة كويتشان نمبر تو أفرين تثنكيس إنجليش is very difficult صديق بيعتقد الإنجليز صعب عندك رأي مختلف أبسط حاجة سهل جدا ممكن ده إجابة ممكن نقول له أو يبقى ممكن نقول له ممكن نقول له ممكن الإجابتين صح؟ ممكن نقول الإجابة على طول ممكن نقول في الأول هنا أو ممكن الإجابة التانية أنا أعتقد الإنجليز سهل جدا ممكن في نمبر تو شخص فقد في الصحراء ولكن لسه يعني إيه وجدوه حينا طبعا نقول إيه ها اللي بعبر عن الراحة وتر ريليف أبسط حاجة وتر ريليف وتر ريليف طبعا اكسبريشن انت بيعبر عن الراحة يبقى ممكن اقول له يعني طبعا يا لها من الارتياح او طبعا اه بيعبر برضو عن الراحة طيب شفت تقرير عن ناس فقراء في دولة اخرى بتتمنى انت تساعدوا بتقول ايه اتمنى ان انا اصحبوا باركنا بالنسبة لسؤال البسج read the following passage and answer the questions hi ragab i am very sorry that i didn't come to your house yesterday i will tell you why i left home to catch the bus at four o'clock the bus broke down and didn't arrive so i waited for the next one which was at half the bus arrived but before i got on the bus ران الراجل عجوز خرج من المحل he was carrying some heavy bags كان بيحمل حقايب سقيلة the bus driver told me to help him الصائق طلب مني ان انا ساعده with his bags بي الحقايب he thought that the man wanted to get on the bus اعتقد ان الراجل هركب البس i offered to help him يعني عرضت عليه المساعدة but he asked me to carry the bags to his car ولكن طلب مني ان احمل الحقايب لصيارته i carried the bags and put them in his ear put i didn't catch the bus ان لم الحق بالبس اتهاف بس فور i was too late to go to your house انا اتخرت جدا علي ان اوصل لمنزلك so i didn't wait for the five club bus لذلك لم انتظر البس اللي في معادي الساعة خمسة i wasn't happy when i got home ما كنتش مبسوط لما رجعت ع المنزل but my father told me that i was kind to help the old man لكن والدي اخبرني ان انا عطوف لما ساعت الراجل العجوز best wishes اطلب الامنيات طاها what happened to the first bus اللي حصل للfirst bus the bus broke down and didn't arrive يبقى number one طبعا هنا ونكتب عليها number one the bus broke down and didn't arrive نكتب عليه number one number two why didn't tell her wait for the five club bus لما انتظرش بس الساعة خمسة i was too late to go to your house so i didn't wait for the five يبقى because or as he was too late to go to his house ونشد تختاخط اها دي الانصر بس اناعمل فيها تغييرات مفروض نكتب بنوه في الاول as او because ممكن as او because as بتساوه because as he as he was too late too late to go to his house يعني اتأخر جدا يعني انه يروح لمنزله نجل نمبر سريو how was طاها كاين ازاي طاها كاين يعني ايه اللي يدل على انه كاين اه طبعا هنا he didn't طبعا he he carried he offered to help him but he asked him to carry the bags to his car i carry the bags and put them in his airport يبقى و how was طاها كاين as he carried the bags and put them in the ear of the boat or or as he helped the old man ممكن نقول عرطول as طبعا how was طاها كاين he الانصر عرطول he helped the old man and carried his bags واشتلوا الحقائق and put them in the ear of the car وحطوهم في صندوق السيارة ساعد الرجل العجوز وحمل الحقائق ووضعهم في in the ear of the car في مؤخرة السيارة بارك يسأل choice what does underline word one refer to one هنا بتعد علي في الباسج يعني رجع عن جب من القطع i waited for the next one وان ده اللي هو مين تبن انتظر من الثاني طبعا الباس يبقى هنا the next bus what do you think the word put means put طبعا هنا put اللي سندوق السيارة a place to keep cars مكان بيحتفظ بي السيارات a kind of put نعم القوارب a kind of car a space for bags in the car a space for bags in the car a space for bags in the car in his ear pot ear pot يعني اللي سندوق طبعا السيارة يبقى in the ear in the ear pot مو كن نكتب جزر كل pot اللي هو صندوق السيارة in the ear pot يبقى مقصود بها هنا مين طبعا a space for bags in a car a space for bags طبعا البوت اللي هو الصندوق السيارة اللي مقصود ب a space for bags يعني مكان مخصص لل bags للحقائب in the car في السيارة بعد كده السؤال number سؤال القصة عندنا the reader match the items in column a with these and column b جو green جو green عمل اي عندنا نجي جو green recognize black beauty from his white foot طبعا تعرف على black beauty من his white foot ونكتب على letter e number two black beauty طبعا هنا هال easier work in the end easier work in the فعلا أصبح عنده عمل سالف النهاية the doctor told Jerry that he should stop driving a taxi أخبر Jerry أنه توقف عن riding a taxi letter a poly was Jerry's wife طبعا poly was Jerry's wife letter b بارك لسؤال القصة why do you think poly wrote to mrs fowler لي poly رسلت mrs fowler to get a job for her to to get ممكن to get a عشان تحصل على عمل to find الأفضل يعني to find a job to find a job to find a job for Jerry عشان تحصل على العمل لجري و وهي يبقى ممكن نقول سبب is the doctor advised him not not to ride a horse to 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 طبعا هنا الأنصر to find a job for Jerry عشان تجد عمل لجري عشان الطبيب نصحه إنه ما عادش يركب الحصان عشان يظل إيه صحي لابن أعتقد إنه فلتش ده أباد من عمل إيه نقول as he مني قول إيه as he stole the the horse's the horse's food as he stole the horse's food and give it to his rabbits as he stole the horse's food لأنه كان بيسرق طعام الحصان as he stole the horse's food and gave it to his rabbits بارك لك وش نمبر 5 اللو الشيء إيرث الأرض is one of eight planets planets in our solar system طبعا الأرض دي كوكب من من الكواكب التمانية للمجموعة الشمسية كلمة كوكب يعني planets لك ناصر طبعا لك ناصر دي natural ولا traditional ولا man made طبعا man made بحيرة ناصر منصنع الإنسان طبعا القصة دي مش عايز أقرأ مرة تانية يعني فضيع طبعا أفكار مش متأكدين منها لي يعني نظريات هي طماء ما تركتش أي حاجة عن طربيزة أو عن منطدة لأي شخص يتناولها طبعا معظم المساجد القديمة بيبقى فائف المنتصف طبعا هنا فونتنز يعني الفونتنز اللي هي النفورة بارك بالنسبة لي سؤال رايت ساميز أرم هارتس perhaps he broke it might ممكن نقول ساميز أرم ساميز أرم هارتس he might have broken أو ممكن نقول ساميز أرم might have broken على طول ممكن نقول الأنصر ساميز ساميز أرم might have broken ساميز arm might have سامي might have broken his arm سامي might have broken his arm ربما أنه زراع قصر سامي might have broken his arm what's your favorite subject سارة I asked طبعا هنا I asked اللي هو جاب هنا الفعل القول I asked بس عندنا سارة داخل الأقواص هتوضع بعد فعل القول نخرجها يبا I asked سارة what هنحضف الأقواص ونربط ب what يبقى I asked سارة what you your favorite subject يبقى what hair طبعا بسأل سارة what hair favorite subject was يبقى I asked طبعا استخدمناها عندنا سارة اسم مخاطب بيضع بعد فعل القول I asked سارة what hair favorite subject was ايه هي المادة المفضلة عندها هاني ترين هارد هي وان زجين ها طبعا هنربط ب F طبعا اول حاجة حددنا نحدد حالة F يطر F الاولى ولا التانية ولا تالتة طبعا ده حالة F التالتة ليه هي F التالتة عشان عندنا فعل الجملة ماضي يبقى نقول F هاني طبعا هاني F هاني هاد ولا هاد طبعا المنفي مسبت يبقى F هاني هاد هاد هارد الجملة التانية كما هي ودو ولا طبعا ودين ليه لان عندنا الجملة مسبتة بنخلي المنفي مسبت والمسبت من يبقى الجملة مرة تانية بعد كده سؤال write a paragraph of 110 words on kinds of addiction يعني أنواع الإدمان تعالوا مع بعض نشوف الparagraph ده kinds of addiction أنواع الإدمان in the following lines طبعا المقدمة اللي بحط فيها العنوان بتاعي in the following lines I will talk about kinds of addictions هتكلم عن أنواع الإدمان addiction is when you need something strongly الإدمان ده عبارة عن إن أحتاج شيء بقوة it's too bad to addict dying things it's too bad يعني حاجة سيئة جدا to addict dying things إن أنا أدمن فعل الأشية some can addict drinking coffee some can بعض الناس أو some ممكن نقول هنا معصودة some people أو some can addict drinking coffee ممكن all some people some people can addict drinking coffee بعض الناس بتحب تدمن شرب الكهوة بعض الناس بعض الناس بتحب تدمن بعض بعض بيضمن التواصل الاجتماعي they waste their time they waste their time بيهضر أوقاتهم also some can addict وأيضا بعض بيدمن some can addict having drugs some people can addict having drugs وبعد الناس بتدمن تناول drugs العقاقية they damage their health بيدمر صحتهم drugs can damage your life drugs العقاقية بتدمر حياتهم and the lives of your family وتدمر حياة أسرتك so you shouldn't take drugs لذلك لا يجب أن أنت تستخدم أو تتناول drugs اللي العقاقية a good health الصحة الجيدة is a valuable thing يعني شيء قيم a healthy person الشخص الصحي is always active دايما نبقى نشيط and strong وقوي we should look after our bodies to be fit and strong we should look after يجب أن نحن نعتني بصحتنا to be fit and strong لنظلة أقوية وأصحة really we should follow the right rules يجب أن نتبع القواعد الصحيحة to live longer لكي نعيش أطول and live a happy life ولنعيش حياة أكثر سعادة طبعا البرغراف اللي معانا سهل جدا وبسيط لو جينا نقرأ مرة تانية in the following lines I will talk about kinds of addictions addictions is when you need something strongly it's too bad to addict doing things some people some people can addict drinking coffee so they feel tired and ill they can't do the jobs well some people can addict playing computer games so they damage their eyes some people can addict social networking sites they waste their time also some can also some people can some people can addict can addict to having drugs they damage their health drugs can damage your life and the lives of your family so you shouldn't take drugs a good health is valuable يعني شيء قيم think a healthy person is always active and strong we should look after our bodies to be fit and strong really we should follow the right rules to live longer and a happy life and live a happy life or a happy life على طول لو جينا نشوف كده الكلمات بتاع البروغراف بتاعنا طبعا شايفين كده 142 كلمة يعني ممكن استغنى عن جملة أو جملتين لو وجد فيهم صعوبة في حفظهم أو في إن أنا أقدر أكتبهم في الامتحان ومن هنا وصلنا لنهاية التست اليوم اللي هو محافظة الأقصر مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته